يؤكد التربويون واللغويون على حد سواء أن التعبير بصفة عامة له القيمة الكبرى والأهمية البالغة في حقل اللغة والتربية لماذا؟ لأن القدرة على التعبير هي الغاية من دراسة اللغة ولهذا فإننا نضع القدرة على التعبير على قمة فروع اللغة العربية ويستمد التعبير الشفهي أهميته لعدة أسباب أولها من الناحية الشخصية فإن التعبير الشفهي يمكن المتعلم من التواصل الشخصي مع الآخرين فهو وسيلة لاتصال بهم والتفاهم معهم وهو أداة قوية لإقناعهم والتأثير فيهم والتعبير الشفهي من الناحية الشخصية يعد وسيلة رئيسية لحل المشكلات الاجتماعية والتباين في وجهات النظر كما أنه الأداة التي يستخدمها الفرض في التعامل مع المجتمع من حوله وفي تحقيق كثير من أهدافه الشخصية كذلك فإن التعبير الشفهي له أهميته الكبرى من الناحية النفسية يرتبط التعبير الشفهي أساسا بالطبيعة المميزة للطلاب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية هؤلاء الطلاب تنقصهم القدرة على ترجمة مشاعرهم وأحاسيسهم نظرا لقلة محصولهم من اللغة وضعف مهاراتهم الاجتماعية وذلك لأن مجال علاقاتهم خارج أسرهم مجال محدود كما أنهم يعتمدون في الغالب على الجانب اللفظي المختصر في تواصلهم مع الآخرين هنا تأتي قيمة وأهمية تعليم مهارة التعبير الشفهي لأنها تساعدهم على نقل مشاعرهم وتوصيلها إلى الآخرين وتعالج ما يعانيه بعضهم من الأمراض النفسية التي ربما وقفت عائقا أمام إفصاحهم عن مشاعرهم وتعبيرهم عنها كالخجل والخوف عند مواجهة الآخرين فالتعبير الشفهي يمكنه أن يعالج الخجل عند هؤلاء الطلاب لأنه يمكن الطالب من الثقة في نفسه ويجعله قادرا على أن يواجه الآخرين ويجعله قادرا على أن يزيل الخوفة والتردد بل ويمكنه من التحدث أمام الناس في هدوء وثقة وثبات من الناحية النفسية كذلك يمكن التعبير الشفهي المتعلمين من المواجهة عند التحدث مع الآخرين ومن التفاعل الناجح معهم أيضا من الناحية الحياتية فإن للتعبير الشفهي أهميته وقيمته الكبرى فهو وسيلة أساسية من الوسائل التي يستعين بها الإنسان لقضاء مصالحه وحاجاته الشخصية أيضا تتبدى أهمية تعليم التعبير الشفهي من الناحية التعليمية فهو أداه مهمة لتحقيق جودة التعلم ولزيادة التحصيل الدراسي فمن خلال التعبير الشفهي يتمكن التلميذ من عرض ما تعلمه في مختلف مجالات المعرفة كما أن امتلاك الكلمة الدقيقة الواضحة لها أهميتها الكبرى في كل مواقف التعلم على السواء كذلك فإن التعبير الشفهي له أهميته العظيمة من الناحية اللغوي فهو أهم الغايات المنشودة من دراسة اللغة العربي لأن دراسة اللغة أقصى ما تطمح إليه أن نخرج طالبا قادرا على أن يرسل الكلام صحيح الفكرة سائغ العبارة صافي اللغة سليم الأداء من الناحية اللغوية كذلك التعبير الشفهي يعود التلاميذ على إجادة النطق وعلى طلاقة اللسان كما أنه يمكنهم من السيطرة على تركيب الجمل الشفهية والربط بينها فتأتي عباراتهم مترابطة ومؤثرة في المستمعين أيضا من الناحية الاجتماعية يعمل التعبير الشفهي على أداء أدوار اجتماعية مختلفة فهو يساعد على حل المشكلات الاجتماعية عن طريق تبادل الآراء ومناقشتها ولذلك هو فن ضروري في مختلف المراحل الدراسية بل ويتوقف على إتقانه تقدم الطالب في كسب المعلومات الدراسية المختلفة ولذلك نستكمل أهداف تعليم التعبير الشفهي حيث نجد أن هذه الأهداف يتعلق بعضها بالجانب المعرفي هذا الجانب المعرفي الذي يتمثل في الفكر والمعرفة حيث يمثل مرحلة تفكير المتحدث فيما سوف يتحدث عنه أو فيه في هذه المرحلة نهتم بأهداف تتصل بقدرة المتحدث على تحديد الأفكار وعلى انتقائها وترتيبها وتدعيمها بالأدلة والبراهين وتحديد مدى وضوح الفكرة وتنوعها وترابطها واتصالها بالموضوع الذي يتحدث فيه كذلك هناك أهداف وقدانية تتصل بشخصية المتحدث وعلاقته بالمجتمع وتركز على تنمية الجانب الشخصي وعلى مراعاة آداب التحدث وعلى مراعاة اللياقة الاجتماعية عند الحديث مع الآخرين هناك كذلك أهداف مهارية تتصل بالطلاقة في الأداء واللغة وتغطي جوانب الأداء وملامح الوجه وحركات الجسم الأهداف المهارية تركز على كيفية اختيار الكلمة المناسبة وكيفية التعبير عن الأفكار بجمل مفيدة وكيفية استخدام الجمل والتراكيب السليمة واستعمال الأمثلة للشرح والتفصيل وكيفية الربط بين العبارات والجمل بأدوات ربط مناسبة أيضا الجانب الصوتي الذي يركز على أهداف النطق السليم وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة مع إتقان نبرة الصوت والتنويع الصوتي حسب أسلوب الكلام المستخدم فالتعجب غير الاستفهام وهذا غير التمني والتمني يختلف عن الرجاء والرجاء يختلف عن الدعاء مع تنمية قدرة الطالب على استخدام الوقفات الصحيحة في أثناء الكلام كذلك من المهارات المهمة في هذا الجانب المهارات الملمحية التي تركز على ضرورة النظر للآخرين وكيفية استخدام تعبيرات الوجه وحركات الجسم والإيماءات والإشارات للتعبير عن المعنى وتكسيده وزيادة قوة التأثير في المستمع من الأهداف المهارية أيضا أن يظهر المتحدث احتراما للمستمعين وأن يجاملهم وأن يعمل على استثارتهم وأن يحرص على التمتع بالثقة والحس الفكاهي ترجمة نانسي قنقر